جماع أبواب الوضوء والسنن باب إيجاب إحجاة النية للوضوء والغفل قال أكبرنا يحن بن حبيب الحارفي وأحمد بن أبدة الضبي قال حدثنا حمنات بن سعيد عن محمد بن إبراهيل عن عرقمة بن وقاص اللي في قال سمئة عمر بن خطام رضي الله عنه يقول سمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأمان بنية وإنما لمرئ ما نواء فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يخيبها أو امرأة يتسوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم هذا حاجة تعالي هو الشيخ خان وغيره فيه وفيه وجوب النجاح من العباده ومن ذلك هو هو الوصول لا تتسجن ليه تسجن في العباده إلا بال ولم قالوا بالنجاح نعم قال لم يقل أحمد وإنما لمرئ ما نواء قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيز الثقافي قال سمئته يحد بن سعيد يقول أخبرني محمد بن ابراهيل أنه سمئ عن قامة بن وقاصم الليكي يقول سمئة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بنية وإنما لمرئ ما نواء باب ذكر ستمية الله عز وجل ودعوا في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضعوا بسم الله رأيت الماء يطور من بين عصابعه والقوم يتوضعون حتى توضعوا من آخرهم قال ثابت فقلت لأنك سم سراهم كانوا قال لحوة من سبعين نعم قال اخبرها المعمر عن ثابت وقشادة عن عنس رضي الله عنه باب دفل تخمية الله عز وجل عند الوضوء قال انه ضحق سباب دفل بسم الله سباب دفل بسم الله ويقف المراد يعني تكون قدع وضوء والحيث تسمي الوضوء ضعيف كلها وقت سابع الحامر سباب دفل بسم الله أعيد البائدة ولهذا ذهب الجمهور الى انها تسمي الحب الحديث التي فيها الامر تصل وعيد كلها وعيد وذهب هيا محمد ويحلل عنه يشد بعضها بعضها ولهذا ذهب الحامر الى وجود التجميع عند التلك ويحلم تلك وانا لسلسة قضي قالوا ان الحيث شدوا بعضها بعضها وان كان الضحيحة كل فضل ما وعيد لكن بعضها يقوي بعضها استدموا على الوجوء عند التلك عند التلك أم الجمهور فإنهم جهروا نعم باب الامر بمصر الى ديني ثلاثة عام عام نعم نعم وثبوتها عام فيها الحديثة هالكسين الله نعم حديثة تكتير الماء من البلالبعين نعم وصحيمة أمارة بمصير طوبة بسم الله نعم حديثة تكتير الماء وفي الصحيحين ولكن كتبت فسته وهكر الله الإمام أحمد وابن حزينة والحاكم وفي الصحيحين والبزار في مسنبه وقال بيهاقين إسناده غير قوي وذلك أن مداره على محمد بإسحاق عن الزهري ولم يصرح في سماعه منه بل قال ذكر الزهري عن حروة عنا إسك رضي الله عنه قالت وذكر الحديث هكذا رواه الإمام أحمد وابن حزينة في صحيحه لم يكن محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما دلسه عنه وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر خدان فلم يسمع وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو صحيح على شرق مسلم ولم يسمع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يروي بكسابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولحسج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهب وأما أن يكون ذكر بإسحاق عن الزهري من شرق مسلم فلا وهذا وأنثاله هو الذي شان كسابه ووضعه وجعل تصريحه دون تحسين غيره قال البيهقي هذا الحديث أحد ما يقاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري ورواه البيهقي من قريب معاوية من يحيى الصدفي عن الزهري ومعاوية هذا ليس بقوي وقال في شعب الإيمان تفرد به معاوية بن يحيى وقال إن ابن إسحاق أخذه منه قال ويروى نحوه عن عروة وعن عروة عن أهشف رضي الله عنها وكلاه ما ضعيف ورواه من حديث الواقلي قال حدثنا عبد الله مؤدي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن أهشف رضي الله عنها عن النبي وذكر الحديث ولكن الواقذية لا يحجز به ورواه من حديث حماذ بن فيران قال حدثنا فرج ابن فضالة عن حروة بن روين عن عمر تعالى أهشف رضي الله عنها وذكر الحديث وهذا الأسناد غير قوي فهذا حال هذا الحديث وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسيوات سنة والسيوات مرضاة للرب وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال لولا نشق على أمتي لأمرهم بالسيوات عند كل صلاة وأخبر أنه مظهرة للفن مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسيوات هواه البخاري وفي مصنبي أحمد عن السيوات قال سألت ابن عبات عن السيوات فقال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه به وفي لفظ أمرت بالسيوات حتى خشيت أن ينزل علي به الوحي وقال ابن عبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تأتونني قلحا استاكوا لولا أنا شق على أمتي لفرضت عليهم السيوات كما قد برغ عليهم الوضوء وقال عشر من الفطرة والسو الشارع وإعباء اللحية والسيوات الحديث فجعل السيوات من الفطرة وقال عبد الله بن حنبلة ابن أبي عامل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسيوات وقال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي أتاه الملك فقام القرآن ويدنو فلا يزار يستمع ويدنو حتى يضعفاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كان في ذوب الملك وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أطعب هذا فيه هذا ما أعرف 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 وهذه للعلاع إنه ليس بالحق الله من لا أكره الخير لكن السوال السوال سأشك بالفضل نعم أخو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الأمام ابن خسيمة رحمه الله تعالى باب الأمر بأصل يديه ثلاثا عند الاستيقاد من الأوم قبل إصاله من الإناء قال أخبرنا نصر ابن علي قال أخبرنا بشر ابن مفضل قال أخبرنا خالد الحد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغلس ما يدعو في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قال أخبرنا بشكل يمعاد طلافا عنك حمر حديث يتقدم قال سهل وصحيح يتقدم نعم نعم وفيه مسروعية صحية ربط اليدين في بناء ربط اليدين قبل خلال 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 من بناء وهذا الأمر لك سبب عند الزهور وأمر متعد وواجب عند الزهور وجب قول بوجود خلال أنه الوجود قول يجب هوراء رصف رجاء وجوه يجب رصد اليدين خلال خلال تخال ماهو شقه أكثر خلال وهو الوجود لأن الأصل الأور من الوجود سعر للخال نعم لكن لو غاد ثيذا فلا يكون لا يسعر فلا لاب لكن كيف تدخل هذا؟ هو سلطة أبدا بالأسفة سلطة كيف تدخل هذا وأن هارة قمنا بصحة وشكب يقل هذا قبل كل قولة يدخل هذا لا تدخل هذا سلطة جاءتكم في الليل نعم قال أخبر من دشر ابن معاذ بهذا فبلغ وقال من إلائه باب كراهية معارضة يعني الإله يعني إذا كان أولئ أما يتذرع شخص 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 يعني يغسر الموجود في أحدث يكون أحسن أو لا يفاجر نعم باب كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به باب كراهية معارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي والدليل على أن أمر النبي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرق ذلك عقله ورأيه قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره فهذه الآية فيها أنه لا يجب أن يحسن يعلم أمر الله عن رسوله وليجب عيد التفكين وقبول ولم يعلم وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أول أن يكون له خيرة من أمره ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ضلال مبين جدا على أنه أعطيه حالها الأمر قال الآن في نحل للذين أخير من العربين أن تصبح فتح وصلهم على أمره نعم قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم قال أخبرنا أحمد عبد الرحمة قال أخبرنا أمي قال أخبر ابن نهيئة وجادر ابن إسماعيل الحضرمي عن عقيل ابن خالد عن من شهاب العنسان من عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من ملامه فلا يدخل يده في الإله حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا قاله حفظه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا قال أبو بكر ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب فإذا أخرجت هذا الخبر لكن قرر بغير قال أبو بكر ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد بلواية وإنما أخرجت هذا الخبر يانا جاد ربن اسماعيل معه في الإفلام نعم وفي هذا في تهل فحيئه من الإفراض على قول الله وقل أرأيت إن كان حمرا وقال أرأيت إن كان يكون حفظه وقال أرأيت إن كان يكون مرضى عليهم مبيده على أن وقال أفردهم يرى أن هجوم وقال أفردين ثلاثا يستغرب من المنابس يبقي على أن يرأوا الوجو يجد سنة ثلر على قال لهم في رسوله نعم قال عطمعين في الشيخ نقص العلبان عطمعين قلت لاتم التحقيق العلمي يقتضي أن ابننا هي صحيح الحديث ذاتان راوي عنه أحد العبائلة ومنهم عبدالله بنوهب وهذا من الروايك هي عنه كما ترى وللحديث شاهد ماذا نعم نعم قال عطمعين أخبرني أحمد لا يعاني لحظة لا نعم قال أخبرني أحمد العبد الرحمن طبعا قرم غيرا والشيخ اللي يرى أنه في ذرا وأصحاب أنه ضعيف حتى ذويات العبائلة لكنه يتعود لأحسن من غيرها ذويات العبائلة أحسن من غيرها دروا عن أحد العبائلة لكن لكن هنا مقرون كما قال أنا لا يعاني لأحسن من غيرها لأنها ضعيفة بلعية نعم أما قال أحمد صحيح خرجوا جار قطلين من طريقة ببسر وبرواجة إلى قولي حتى يغسلها نعم باب وصفة غسل يديني قبل إدخالهم الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن أبي صفان التصفي قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال أخبرنا سائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي الرحبة بعدما صل الفجر ثم قال لغلام له في سوري بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطف قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفى على يده اليسرى ثم وصل سحفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله ثلاث مرات قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات حتى يغسلها مرات أو حتى يغسلها مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضبه السنشق ونسر بيئه اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفر ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفر ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده الوسرى ثم مسح رأسه بيده كلتيهما أو جميعا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله يمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدره اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى فبلأ من الماء ثم شربا له ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحد أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره يش فضاء بيده يش فضاء بيده في مسح رأس بلد فأيده يش فضاء بيده يش فضاء بيده في مسح الله ثم مسح بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيده اليسرى يش فضاء بيده اليمنى الذي قبل أحمد المعين قال ثم أدخل يده اليمنى في الإناء نعم كفية الوضوء فيه أنه أسلما ثلاثة فيه أنه غسل أكثر على يده اليسرى على يده اليمنى ثم غسل ثم أكثر بيده اليمنى على يده اليمنى هذا كفية الغفض لكن كيف كان الصمبور الغفض يجعل فكيف يحضره يجعل لكن لك كان الإناء يخب يفكي من الإصلاع اليمنى ثم أكثر ثم يخب أخذ أكثر أول أول ما أعرف أول ما أعرف جاء أول أكثر على يده اليسرى فأكثر على يده اليسرى فأخذ بيمينه الإناء فأكثر على يده اليسرى ثم غسل كفية ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأطرع على يده اليمنى فعله ثلاثة مرات كيف أخذ بأكثر فأخذ بيمينه الإناء فأكثر على يده اليسرى ثم غسل كفية ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأطرع على يده اليسرى فعله ثلاثة مرات يعني واخذ الانب بالاشرع واخذ الانب بالاشرع واخذ الانب بالاشرع حسن الاشرع واخذ الانب بالاشرع واخذ الانب بالانب بالحقين واحد صلى الله عليه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن حسيمة رحمه الله تعالى باب إذاحة المضمضة والهزين شاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة قال أخبرنا عبد الله بن حايدنا شج قال حدثنا بن وديس قال أخبرنا ابن عجلان عزيز بن أسلم عن عقاد ميتار قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فعيث النبي صلى الله عليه وسلم توضع فغرف غرفة فمضمض وستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسراء وغرف غرفة فمسح رأسه وضاطل أذوليه وظاهرهما وعدخل أسطوعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرف غرفة فغسل رجله اليسراء وعد حديثه دليل على أن تحبط مضغر السلسق معرفة واحدة هذا هو الغرفة كبارك السفين وغيره منه ياخد غرفة يتبعونها ويخبر السلسق وانت مضغر غرفة فالحفل ياخد غرفة للمضغر غرفة السلسق معرفة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ديلة أذن على الوضوء مرة كم مرة وهذا هو الواجب والوجهي أن يحصل كل علوم مرة والمراجب المرة تعميمه بالقصر يسلم وغرفة المرأمور تعميمه كي يعمم في المصر مرة يحتبر الله مرة والأفضل هلا فالنبي صوبة مرة 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 ثلاثة 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 ثلاث كما اعتمد باك ثم يمجح في خمس ثم يستلسل يتم باك ثم يستلسل ثم يستلسل ثم يستلسل باغ الأمر من إذن شاقه من الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به قال أخبرنا خالح بن عبد الرحمن بن عبد الحارب المخري وأحمد بن عبد الرحيم الضرطي قال أخبرنا أبو الحاد وهو يزيد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحيم عن عبد الرحيم رضي الله عنه عن رسول الله عنه وسلم قال إذا سيقضى أحدكم من ملامه فجوبة فل يستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيه على خياشينه قال أخرجنا على مجد البخاري نعم صديق من أبي حاجل وفيها حديث الأمر باستنفاع 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 ظاهر الحديث المراد عزيز جدا إلى أنه ما قبدا هو ما قبدا قال بعضهم إن هذا هو أوطاء إنه إن هذا الأمر هو ينبغي رحل مرات باستنفاع على حيشهم. نعم. اشكال في تلا معي. انا في تلا معلم. نعم. باب الامر بالمبالغة في رفض الشاطئ اذا كان المحوظ مفترا غير صاهم. قال اخبرنا قال اخبرنا الزاحراني وزياده من يحيا الحساني ويضحاط بن حاجي في اثنان مدائن ورس الله موسى وجماعة قالوا. ايش? قال اخبرنا. قال اخبرنا الزاحراني وزياده من يحيا الحساني ويضحاط محافظ ابن سنان المدائن ورس الله بن موسى والجماعة. قالوا حتى تنا يحرم سليل. قال حتى تنا اسماعي بن كدير. عن عاصم عن عاصم بن لقيهم صدرة. عن ابي رضي الله عنه قال. قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء. وخل من الاصابع. وبانت الاستنشاق الى ان تكون خارنة. اشتعبت. عاد اتنى صحيف ولو نتابع للحاكم. نعم موحز لعب الحاكم. وفيه مشروعة مبالغة على الاستشاق. دعاية الخارن. ولهذا قال له يخبرنا ما اخبره. وخل من الاصابع وقالها ذا ان الاستشاق الا اثنى الخارن. وذل الحديث حالى عنه. الان اثنان وانه كالفر. واللي هذا استعوب لعب بالصائل. الاصاب لانه لسل الحق. اثراف العين والازر. خلي السفاء من فليه. ولهذا اثراف الاستعوب بها الى انه افتحل العين والصائل. وفطلت الازر. ما اخبره. لان العين وفطلت الاصابع. وفطلت الاصابع. وفيه استخدار من المبالغة من الاستشاق. وفيه استخدار من المبالغة. واه الاستشاق نعم. يبقى في من التنظلي كمال التنظلي. استشاق. نعم. لا وضع لطيفا وحركة باب تخبير لحياته الوضوء عند أرض الوجه قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم دورتي قال حدثنا خلق ابن وليه قال حدثنا اسراهيل وعن عام ابن شقيق عن شقيق ابن سلامتان عثمان ابن عثمان رضي الله عنه انه سوضى فغسل واجهه ثلاثة وستنشق ثلاثة ومطمض ثلاثة ومسح برأسه واذنيه ظاهرهما وضاطيهما وإجليه ثلاثا وخلأ لم يحيثه وقال هاتنا رئيس رسول الله يسم الله ليصن ما يتوضى نعم هذا هو الوضوء كان خلافة ثلاثة وفي ذلك اسرعي التخريض في المحية خند والأفاظة والعيدين والرجلين حتى يبلغها الماء والتخليل يعتاد اللحية كثيرة هم مستحب ليس الواجب الواجب غفظه ماهر البحر والكريمة هي تفصل البشرة أما إذا كانت اللحة بعيفة ما تفصل البشرة فيجب يخل الماء البشرة يجب يخل الماء البشرة أما إذا كانت كثيرة فيجب في غفظه غفظه أما إذا كانت اللحية وإن خلل فبراك تفصل البشرة لذي الأول تفصل البشرة يوما إذا كانت اللحية ان ابيه ليس في جهدين لحية شيء وحقيق وقال ابو حاكم عن ابيه لا يتفف عن النبي صلى الله عليه وسلم يتففل بشك الشيء قال اخبرنا الحافظ المنصور قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حتى فمن يترأين عن عامل بن شاقيق عن خصيص بن سلمة وقال رأيت عثمان ابن عثمان يتوضى فغسل كثه ثلاثة ومضمض وستنشف وغسل وجهه ثلاثة ومسحب ذنيه ظاهرهما وباطلهما وغسل رجليه ثلاثة وخللها الصابع وخلل نحيته حين غسل وجهه ثلاثة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فما رأيته نفعل قال عبد الرحمن وذكر يديه لمن فقيم ولا اذن كيف ذكره قال ابو بطر عامل بن شقيق هذا وابن حمزة الاسدين والشقيق ذو سلمته وابو وائل هذا هو الله يتكلم عليه نعم عامل بن شقيق ابن جمزة ببين الاسدين الكوفي عن ابو وائل وانه اسرائيل الجيم يقول عامل بن شقيق ابن جمزة هو بالجيم ولا عامل بن شقيق ابن جمزة ولا بالشكل بالجيم بالشكل ولا رفع على وكب الجيم عامل بن شقيق ابن جمزة بجين طال وزايل عندك حمزة جمزة في قادة ابن حمزة جمزة جمزة جين من وزايل الاسدين الكوفي عن ابو وائل وعنه اسرائيل وعنه اسرائيل وقال النتاعي ليس به بعث ولك رب المخدر في اتقاط الم المخدر المتابع كانت وعنه اسرائيل نعم اشباع لها بابوش مستوى بسطق الوجه بما يعيده وفل الوجه بابوش مستوى بسطق الوجه بما يعيده وفل الوجه بابوش مستوى معم نعم 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 لا النهم no نعم 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 جمرة مراجعة مراجعة مقولات تهديد نعم إذا أشعروا المضمغة عند القيام من النوم في الليل فقر نعم هذا في الليل يستغر أحدهم من الأمن هذا وضع في أن يتغر الأمن في الحليف أشياء بخصو الحليف قال لك في بيسوك ها هو عدم نهو لأنه نوم الليل لأنه من نهار طبعه يكون قليلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المسلم أبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الإمام المسلم رحمه الله سعال باب الإحباب يقص الوجه بالماء عند غص الوجه قال أخبرنا أبو طاهر قال أمبان أبو بكر قال أمبان يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أمبان أبو عليا قال أمبان محمد بن إسحاب قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد ابن روكان العبيد الله الخولاني عن ابن عباك قال دخل علي علي بيتي وقد بان فدع بوضوع تجئناه بعقب 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 يأخذ المدة وقليلة نعم بقعب بقعب يأخذ المدة وقليلة قدح قدح نعم إناء من خشب نعم حتى وضع بين حتى وضع بين يديك قعد يعقب إيش فجئناه بقعب يأخذ المدة أو قليلة نعم حتى وضع بين يديك فقال يا ابن عباك أنا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى في ذات أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض والسنشق والسنفر ثم أخذ بن يمينه يعني الماء ففك بها وجهه وذكر حديث قال اتنادوا حسن من أجل الخلاف المعروف بإسحاب وقد صدح وقد صرح بالتحديد إذا طول أعزال سؤال محسن أنا ثقة أعز الصلاة قال أتنادوا حسن ها قال أتنادوا حسن أعزال 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 الصلاة قال أخبرنا أبو ظاهر قال أمبعنا أبو بكر قال أمبعنا يعقوب إبراهيم الدورفي قال أمبعنا بن ععية قال أمبعنا محمد بن يجحا قال حدثني محمد بن طلح بن يجيز إبرا كان أنعب بالله القولان يعني عمد يشوه أخذ معك شكرا ويت فقال ثم أخذ بيمينه يعني الماء ففك بها وجهه قال 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 دخل علي عني بيتي وقدبال فدع بوضوع فجئناه بضعب يأخذ المدى أو قريبا حتى وضع بين يديه فقال أبن عباس ألا أتوضى لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ذنى في ذاك أبي وأمي قال فوضع له ناء فغفل يديه ثم مضمض والسنشط والسنفر ثم أخذ يمينه يعني ما أخذ بها وجه يعني أخذ وجه يعني أخذ وجه يعني الكامل من بعض المقصود أخذ وجه نعم أخذ 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 السلام ها 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 خالح ما عندك الكلام هذا موجود عاشر موجود شهور قال وفيه قال المنذري في هذا الفريق مقال وقال سألت محمد بن سماعين يعني البخاري فضح عطان مقال 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 مأي ايش مألك مما نسر محمد محمد خالح خالح الخلاف خالح خالح الصمع وهنا قصة اللهم فيش فيه من الرواس الآن شوية الرواس عندك الآن بخار ومن عم ها خالح ايه 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 طيب باب وصدت باب اصدت باب استحنا وصدت الوجه بالماء عندما بصدت عندي رص الوجه ايه واحد هذه حدث صحيح ونزر يقص ومقال حسد اصد باب صد نعم باب استحنا بباب صد ايه ايه ها ايه استجروا بالتسجد حسنا ايه 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 باب استحباب تجديد حمل الماء لمسجر رأس غير فضل دلل يدين أخبرنا أبو طاهر قال أنباءنا أبو بكر قال أنباءنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهد قال أنباءنا أحمد قال حدثني عمر وهو ابن الحارث أن حبان بن واس حدث أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن سيد بن عاصم الناجم يذكر أنه رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجه ثلاثا ويدعو اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل مثليه حتى أنقعهما نعم وهذا رأس السيحان وفيه أن رأسه لا رأسه بماء غير فضل يده لأنه يعطل مع ذلك الرأس لكن لا يصد يصد يعطله مع أبو يديكم ويمشه رأسه يعطل مع ذلك الرأس له لا غير فضل يده نعم تصحيح للمسج نعم شو قال المسجد بذكر قال بالظهر وفي الأفضل حدثان بن واس حدثه والتصحيح للمسجد نعم مستدر باب استحباب مسج الرأس بليدين جميعا ليكون أوحب لمسج جميع الرأس وصفة المسج والبسج بمقدم الرأس بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسجد أخبرنا أبو طابر أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن عمر بن يحيى نبيه أنا عبد الله بيجيه أما رسول الله يحمل الله عليه وسلم نسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأجبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قطاع ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا السناء في البداية يبدأ مقدم الرأسه قبل ثم ردهم المكان الذي بدأ منه هلوى الأطول فشوفها بمسج الرأس أجزاء من الأطول هو هذا يبدأ المقدم الرأسه قبل رأسه ثم يربهما إلى المكان الذي بدأ منه إذا ردهما يكون أطرح الشر هو دماء فأصابهما في صوى نعم تبع المرة واحدة لا تكون مكتبهم الرأسه نعم نعم لا تابع فهذا الأطول فلا وزأ منا أو وزأ منا أو أصحب يرين واحدة كفر نعم ماذا خلف الأقوال وكفى المنصح إذا مصحل ومصحات لا أو مصحات لا كفى نعم 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 صار نعم أخبرنا أبو طائف قال أبو باطل قال أبو باطل قال أبونا الشعيد بن عبد الرحمن المخصومي قال أبونا تخيان بن غيينة عن عمر بن يحيى الماثني عن أبيعنا في الله بن جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتونطر فغسل وجهه ثلاثة وغسل يجين مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجلين نعم وفيه أنه بزر أبو حالفة بزر وجهه الثلاثة وعليهم مرتين على الثالثة عن المرسل ثلاثة واسرة ومرة ثم مرة وثلاثة ومرة ثم مرتين وثلاثة ومخص وفيه أنه بدأ المقدمة والسهاد هو الشعيد نعم باب ذكر الجليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلد الماء على اليدين لا بنسك الماء كما يكون الغسل بالماء باب ذكر الجليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلد الماء على اليدين لا بنسك الماء كما يكون الغسل بالماء يعني ما يأخذ بحي يصبه على钟قه إنما يأخذ بيديه يعقل ثم يؤخر ولا يأخذ مع dassبه على البحث مثل ما يأخذ يديه يعقذ مع سواجه يعقذ ما يأخذ ع目 أما الرأس ، لا يأخذ ما يصبه على بحي إنما يأخذ بيديه أيضا ثم يأخذ نعم بعض العظيم يرى انه زيه. وربع رأس نصر الله. وصلوا لابد للتعليم. نعم لابد عبد الله. نعم. قال ابو بكر خبر عبد خير من الالي. نعم عبد خير. قال ابو بكر. سابع يروي عن عبد نعم. قبر عبد خير عن الالي. ثم ادخل يده اليمني. ثم ادخل يده اليمني في الاناء. حتى غمرها الماء. ثم رفع بما حملت من الماء. ثم مسح بيدي بسرى. ثم مسح رأسه بيدي سلطي هناء جميعا. قال ابو بكر. خبر عبد خير عن الالي. ثم ادخل يده اليمنى في الاناء حتى غمرها الماء. ثم رفعها بما حملت من الماء. ثم مسح بيدي بسرى. ثم مسح رأسه بيديه سلطي هناء جميعا. يعني احضر قرص قرص قرصة. قطب على هذه الاخرى. ثم مسح. كذا يشبتين. نعم. بابو مسح جميع الرأسه في الوضوء. نعم. طالما. بابو مسح جميع الرأسه في الوضوء. اخضرنا ابو طاهر. اخضرنا ابو طاهر. اخضرنا ابو طاهر قال قال ابناء محمد بن رافع. قال ابناء ابن عيسى. قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه. مقدم رأسه في الوضوء. ايه في لذلك؟ فقال حدثني عمر بن يحيى ابن عمارة عن ابيه. عن عبد الله بن زيد المازني. قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوءه من ناصية الى قطاع. ثم رد يديه الى ناصية ومسح رأسه كله. فقال مسح مقدم رأسه هكذا. فقال الحديث الذي فيها انه لابد الاستعمال. مقدم رأسه الى قطاعه من رده ايه مسالة لانه لابد الاستعمال. ايش قال اه ترجمه باب. باب مسح جميع الرأسه في الوضوء. نعم. هذا الحديث. قال سألته قال انباني اسحاق ابن عيسى قال فألته مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء. ان يسره ذلك. وقال حتثني عمر بن يحيى ابن عمارة عن ابيه. ان عبد الله بن زيد بن مازني. قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوءه من ناصية الى قطاع. ثم رد يديه الى ناصية ومسح رأسه كله. نعم. باب مسحي باطن الاذنين وظاهرهما. قال ابو بكر قد امليت حديث عثمان ابن عثمان وقضر ابن عباس في مشح الاذنين ظاهرهما وظاطنهما. هذا الخن بالسحر السباحة الآن ظاطنهما ظاطنهما. ظاطنهما بالسباحة. وظاهرهما بالإبهامين. ظاهرهما بالإبهامين. وبطن هم تصبح حديث قال أولو قد عمليت ويش؟ قال قد عمليت حديث عثمان ابن عثمان وخبر ابن عباس في نفس الأذنين طاطرهن وضاطلهن ما سأولي حشارك؟ قال عمر الحديث رقم مئة من أربعين ومئة من خمسة ها؟ سيأتيه ولا مضع؟ ما هو؟ ما هو؟ عندك؟ ثم قرب بتتصبح يا و下面 يوم وقرب قربة أن стقف فيه وإشة وقرب عمر تتطلبين وبرق عمر تسير وفور قرب طعا لبلغان وعرار سين بعدن ونب bile ما الثلوقين يzeń تضحي la أحد وقرب طعا للسدا ودن وقرب't inan طبعا لبلغان و النه من التصبل لبلغة الطفل جد ي Brewster المتضعون في skin في معде The Lawん في 35 فخر الإسلام قربت بونه معелей بلد آسف نعم. نعم. ها? طالين ايش? نعم. ايه لا تنمى يبره نسة خاليها. اي لا تنمى عليه جوهة نسة خاليها. اي لا تنمى ببره يستعمل. نعم. بقية الراس والشجة ليستعملونها نعم. باب ذكر الجليل على ان الكعبين الذين امر المتوضع بغسر بالليل ليهما العظمان الناس اهلت لجانبي الطلب. ها? صحيح. على الموقف هذا الصحة الخليل. صحة الخليل. هذا السؤال مش شبه حسن الله يقول ذات الشيخ وصفة الله. ما حكم الرطوبة التي تخل من مرأة هل هي نبسة? وهل عليها وضوء لكل صلاة? للمنتدى الرحيط المقصوم. هل البال لطوب? نعم. اذا كان تخذ من طرج الرطوبة نعم. اخذ بالسفر الله. فالأخذ كل خارج من السميلين يوجد سنجي. سنجي. وصفة الله. نعم. هذا سأل لك رياض من الرياض المستحدة. من يأخذ البعض بعد ان تأخذ البنت النصف اذا كانت واحدة? حولى رجل لك. تكون لكي انه يرد على الجزء. ثالثة ذاتي صربا وردا. معه صحيح. وله هل عقد السرابين بارس المدواب الرد. يرد على جمع الورثة معه الزوجاء. نعم. سؤال الكويت بتاع البدر المدري يقول من قول فصل في حكم من ارتكب محظور محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا. والصحابة لناس والله معفونا. والصحابة انهم معفونا عنه ورسا في اعتلاف. الجماع سمهر العلماء على انه لا يعقى عن الناس. ولا عن الجاهل. قال للصحابة ما قررقوا. فلم ناسي وجاهل. وقال الثاني انهم معفونا عنه. والصحاب. نعم. يقول ايهم نستجر. يقول نرجو منكم شرح الحديث لا يصلح لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح بلا اولها. فلم هو بحديث هذا كلام من الامام مالك بسم الله. فقال لا يصلح اخر الامة الا ما اصلح اولها. المعنى ان صولوا هذه الامة صلحوا بالتوشيد والقيام بامر الله. وعداء حقه وهذه سبيلة. ولماذ بالله وبعصوله. هذا هو الصلح. صلحة اقولها لهم. اخرى ما لا يسحن الله هذا. يتحقاموا على امر الله. وحيدوا الله وحيدوا وعباده. وامن بالله ورسوله وجهده في سبيلة صلح حاله. فإن لما فعلوا صلحة صلحة الله. هذا معنام. نعم. يقول هذا السائل اذا جامع رجل زوجته على انها قد طهرت. وقد سألها وقالت انا طاهر. فلما جامعه وجد اثر زم في ذكر زم الحكم. هل عليه الصباحة. الله لا تعمل في ذا لم يتعمل. هذا هو اللي يتحرك. لان هو اللي يتعمل في اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.